نحل سؤال جديد في السي بلاس بلاس الفكرة في السؤال ده صراحا انا كنت قاد فيهم صهران كده بتفرج على الفيديوز قدامي في نوعات فيديوهات كده كانت منتشرة عبارة عن تحدي بين اتنين كده بيبقوا قاعدين وفراهم حد تالت صاحبهم مثلا او باباهم ومميتهم حد كده يعني وصاحبهم الرابع بيبقى هو اللي بيصور يعني ويقعد يسأل اسئلة زي مثلا هوزا موسس لايكلي تو بي جورال سكول حاجات كده يعني اسئلة عامة واللواف وراهم ده هو اللي بيختار او بيشاور عليهم او كان بيروش ماء عليهم في الفيديو فالمهم انا متفرج على الفيديو وره التاني من نفس النوعية جاب بال على طول فكرة ان الموضوع ده ممكن تحول لبرنامج او سؤال يعني في البرمجة ان يبقى فيه كذا حد وممكن نعمل لعبة ما بينهم ولو الصفة دي هي حاجة حلوة فيزيد كاونتر للشخص ده بالحاجة الحلوة دي ولو الصفة دي هي حاجة مش حلوة فيقل وفي الاخر نعرف مني الكاسبان ما بينه الفكرة كلها ان انت بعد فاطرة كده من احتاج كاكك بمجال البرمجة بتبدأ تحس ان اي حاجة قدامك ممكن تسقطها على البرجامج او يعني الاوامر اللي انت متعلمها او الكنسبت اللي انت فاهمها تعرف تنفس بها اي حاجة كده بتشوفها قدامك الموضوع ده يعني بتبقى ملكة كده تكتسبها مع الوقت وانا عاوزكو دايما اقولكو ان انت تتفكروا في برامج وتتفكروا في حاجات ان انت تعملوها برامج علشان تستمتعوا بالموضوع ده بيبقاش بالنسبة لك بقى انا اعمال بدرس كورس وبقى افهم مجال معين وخلاص لا انا بستمتع بالحاجة اللي انا بدرسها دي فتعاونا نشوف السؤال ونشوفها نحلو زي السؤال موجود في الدرس الرابع اللي هو اللوبيس اللعبة التحدي اللعبة عبارة عن اسئلة متكررة بالنفس السيغة مع تغيير باقي السؤال مكان النقط والاجابة على كل سؤال عبارة عن اختيار لواحد من الاشخاص المشاركين مثل من الاشخاص المشاركين مثلا فهذا السؤال والاخيارات هنا اسماء المشاركين احمد وعلي ودينا هنا ثلاثة في اللعبة اللي انا قلناها في الفيديو كانت اثنين بس طبعا انت في البرمجة بدي بقى الدنيا مفتوحة مفيش لم تعمل ما انت عايزه فبقيت السؤال بيقولك يكون هناك شخصان او اكثر يشاركون في التحدي ويتم تسجيل سكور كل شخص على حسب الاجابات كلما الشخص يتم اختياره في اجابة السؤال كان فيه صفة حلوة يزيد السكور ليه بواحد ولو الشخص تم اختياره في اجابة سؤال كان فيه صفة سيئة يقل السكور بواحد والمطلوب كتابة البرنامج يأخذ عدد مشاركين ويسجلهم ويبدأ اللعبة ويسجل السكور ويعرض الفائز في النهاية تعالوا نجرب هذا البرنامج مع بعض طيب هو الفكرة كلها في ايه ان انا عندي بانديكيت الصفة كويسة او ان السؤال دوت في الوقت ده بيسأل عن صفة كويسة فلو اخترت واحد من الناس المشتركة ديها انا هزود السكور بتاعه بواحد ولو كان السؤال في اللحظة ديت سؤال فيه صفة سيئة انا بقلل السكور بواحد انا محتاج انديكيتور للصفة الكويسة والصفة السيئة تمام؟ وفي نفس الوقت محتاج سكور لكل شخص ازوده لما اللي يحصل اختاره في صفة كويسة او في سؤال بيسأل عن صفة كويسة ونفس السكور ده وتقلله لو بيسأل عن صفة مش كويسة واخترت الشخص ده فهنعملها ازاي؟ اول حاجة نعملها نقول نعملها 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 سأضعها تشور او شخص يعني ستة سئلة وكل واحد هيتعدي الطبعا نعملها سترينج في C++. لكن في الوقت نتعامل بلتشور لكي لا وصلنا لها في الكورس. طبعاً لا يحتاجين إدعاء اسمها طبعاً فنقول إنها اسمها مثلاً questions. يبقى الرأي questions دي هستجل فيها بقى إيه؟ هي السئلة بتاعتي اللي أنا هسألها. تعال نوصح شاشة كده شوية. ايه هو السؤال؟ احنا قلنا إن الرأي الانديكيشن بتاعي فيها هيبقى لو العدد زوجي يبقى الانديكس بتاعها زوجي في الحالة دي تبقى صفة كويسة. يبقى اول واحد ده تلازم صفة كويسة. هتقول لي ازاي. اول واحد ده عن الرقم واحد. يعني المفروض كده فردي. لا. هنبدأ العدد من زيرو. فاول واحد ده الانديكس بتاعه زيرو. انا هتشيك بالانديكس. لو الانديكس زوجي في الحالة دي تبقى صفة كويسة. لو فردي يبقى صفة كويسة. الانديكس الاولاني بيبقى زوجي في القرية. فاول صفة تبقى احنا نقول who is most likely to. فبعد هنقول هنا بقى ايه? be good at math. بعدين كومر. هنحط بقى بقى الصفات كده على طول. ثاني واحدة be nervous. سأخطينا على مستف. فهم? يعني دي هي صفة كويسة. be kind to animals. صفة كويسة. فاتت الصفة صيئة. بعدين be stubborn. فهكذا. انا كل صفة عند صفة كويسة. فدي هي صفة صيئة. صفة كويسة. بعدين صفة صيئة. ستة ستة. تمام? طبعا انت ممكن تزود بقى يعني هي انت تبقى هنا درواية الconcept على اللعبة. طيب درواية لدي الاسئلة. عندي ال score بقى انا عايز اسجل ال score. عندي ان انا هقول مثلا array من نوع integer. ال array تسمى score. و score. ال score دوت سيبقى بعدد ايه? هنقف الفكر. كل خطوة بتعملها تقفت فكر. انا لم تعمل خطوة كده يعني بدون ما انا عارف انا بعملها ليه? فالمفروض ال score دوت هو اللي هسجل فيه score كل شخص. معنا ذلك المفروض انا حجزه بكام كامل عدد بتاعه. ما اعرفش. المفروض اعرف الاول عدد اشخاص المشاركين. وعلى اساسه انا هاعرف ال score يبقى الكام شخص. فانقابل ال score ده. المفروض ان انا عمله حاجة هنا. اقول فيه integer. players مثلا. players ده هو المفروض عدد ال players. فهاجة هنا اقولي cout. how many players are in the game. واسكان من ال user هسكان بقى هنا بال cn. هسكان ايه? ال players. طيب بعد بقى ما اخدت ال players اقدر بقى احجز ال array بتاعتي باستخدام العدد اللي انا اخدته ده. فانا هقول players هنا. كده عندي array of integers. فيها عدد من الخنات بعدد الناس المشاركين في اللعبة. طيب انا عاوز اخلي ال array ده كل الارقام اللي فيها بزيرو. طيب انا اعمالها ازاي? احنا في السي. لو نفتكر كان عندنا نفس المثال كنا عايزين نخلي ال array بزيرو. فكنا نستخدم حاجة اسمها mem set. mem set ده فونكشن في السي. بنجيبها من library's mass string.h. ممكن نستخدمها هنا. احنا عارفين ان اللي في السي. ممكن نستخدمهم في السي بلاس بلاس بلاس. مفيش مشكلة. بس احنا عاوزين حاجة تكون خاصة بالسي بلاس بلاس بتفضيل ال array. طيب هم عاملها ازاي? احنا ان احنا محتاجين نعمل المعلومة دي او الامر ده. لكن احنا دلوقتي ما درسناوش. طب هنجيبه ازاي? بكل سهول تعرف. هنروح نعمل search على الموضوع ده. نقول how to clear array of integers in java اختيارات تلعت. اقول له لا ان سي بلاس بلاس. هلاقي فوق اهوت. كابل اجابات او فعلا هي ديتة الفونكشن اللي احنا نستخدمها. او method مع علاقة function ده هنعرف ان نفس الموضوع دوت فيما بعد لما ندرس الاو بي. ايه اللي نعمل الالجوريثم. انا مش اعمل الكلام دوت او مش مشكلة. تعالي اخش على اللينك تاني. نخش هنا مثلا. او واحد بيسأل بيقوله ازاي ان انا افضي array clear او empty array في سي بلاس بلاس. هنشوف المجاوب عليه. هو حطط له الكود على طول هنا بيقوله fill. طبعا نحنا مش محتاجين نقول sd علشان انا عملنا using name space ال sd. فهو بيقوله هنا fill. ال array. وال element count يعني هنا. او assuming array is a normal integer. يعني هنا ال array عادية من integers. هنشوف الاجابات التانية كله بيقول نفس الموضوع. انا لو عندي ال array اسمها ايه? اذا بيقوله اقول fill. ايه? ال a plus n zero. يعني كله هيبقى بال zero. فخلاص ايبقى عند ال function هي fill دي. طيب انا هروح هستخدمها على طول. هقول هنا. مش عندي function مش هو كانو كانت بينها كده. طب هغاير الايه دي اتنسميها score. عشان. وهنا. ال size بتاعي players مش in. هقوله هنا score. plus players. players. زلوت ال size بتاعي. و zero. هحط هنا. طب انا عايز اتاكد ان هي بقت كلها ب zeroes. هروح اعمل هنا في for. اطبع بيها ال array انتجر. i equal zero. i اصغر من players. وال i plus plus. هنعمل ايه? c out. score. of i. واسيب لي مسافة تين كده. سهلو نجرب. اتمرن. ادخل لي عدد pairs. فهقول له خمسة. فعلا. طبعا الخمسة zeroes يبقى هو فضل array خالص دلوقتي. فبكل بساطة. الحاجة اللي هيا مش عارفينها. بكل سهولة نروح نعمل search على ها وهنجبها. فانت مفيش اي حاجة هتوقفها. طيب خلاص نشيل الفور دي دي كنا بس بنعمل بها تست. يبقى انا دلوقتي فضيت ال array بتاعتي. طيب دلوقتي انا عاوز اسكان اسماء الناس بقى اللي هطبع بيهم. فأولا الاسماء ديت هسجلهم في ايه? rave character. فانا ممكن اجي هنا. واجي اقول. اسميهم مثلا. player name. player name ديت هبارة عن. هي array of strings. هي array of strings فانا اقول مثلا. مش هينفع حاجزة هنا. شفت لما بصينا. لان احنا مش عارف كم player. انا هحاجزها بعد ما اخدت البلاير زي ال score بزبط. فاجي هنا. اقول ايه? اقول. char character player name. دي مكونة من كام لعب معرفش من players. تبقى players هو اللي هديني لعدد اللعيبة. وكل واحد اسمه ولا يكون مكون من ثلاثين حرف ماكسمم يعني. انا عايز اسمي اللعيبة ديت. فهقول. for integer i equal zero. i اصغر من ايه? من players. عشان بعددهم. بعدين م tester i plus plus. ساعمل ايه? عشان اعمل امرين is a out and cn. اعمل a out enter enter player. هان عايزيني ان نقولوا player كازة name كازة اللي هو ايه الرقم بتاعه يبقى هنقول اي بلاس وان لان اي بدأ من زيرو بعدين هنعمل كده هنقول نيم بحيث يخلي الاسم بتاعه الدوت كده اللي بنعمله ده وان انا اقول له رقم واحد ورقم اتنين ورقم ثلاثة ده اسم ان انا بحسن تجربته مش ده خلي اسم اي لعيب لا ده خلي اللعيب رقم واحد رقم اتنين ورقم ثلاثة وهكذا بعدين هقول له سي ان ايه اللي انا عاوز اعمل له سكان بقى البلاير نيم اوف الاي طيب انا كل شوية باخد اسامق اللعيبة وهملاها في الاراي اللي اسمها بلاير نيم طيب خلاص انا كده عندي الاسماء هبدأ اعمل ايه بقى هبدأ اشغل اللعبة بتاعتي عشان يعرفني ان اللعبة بدأت بقى فهيقول هنا سي قوت اقول له باك سلاش ان اعمل له سطر كده باك سلاش ان تانية ناخد الكوبل كده بعدين اقول له سي قوت اعمل باك سلاش تي اقول له هنا زاجين باك سلاش ان لان احط السطر هنا. انا عندي ايه? السطرين كده. واعرفني ان اللعبة بدأت. طيب اللعبة بدأت بقى. ايه اللي هيحصل في اللعبة? احنا هنمشي على سؤال سؤال. هنقول فور. هنقول انتجر. اي ايقل زيرو. اي اصغر من ستة. هم عندنا ستة اسئلة. واي بلاس بلاس. هيحصل ايه بقى في الست مرات. هيسي اوت. او هيتطبع يعني. السؤال بتاعنا اللي هو قلنا هيتكرر كل مرة. ايه بقى? هيملاهنة. بيجوا بماس. بنيرفوس. كل الكلام ده. فبعد الحت دي على طول. هنقول ايه? questions of eye. بعدين. طب هل هيتطبع حاجة تاني? اه. هيتطبع ايه بقى? هنعمل هنا. فور. فور دي هيتمشي على الاسماء. ماشان ادخلت هنا البلييرز. في الاريل اللي اسمها player name. يبقى انا مفروض كل مرة هتطبع له الاسماء دي كلها. يبقى انا هقول انتجر جي اكوال زيرو. والجي. طول ما هي اصغر من البلييرز. هنقول جي. بلس بلس. طيب هعمل لجوا الفور ديت. هطبع له بس الاسماء اللعيبة اللي هو دخلهم. فهنقول سي اوت. اسماء اللعيبة موجودة فين في البليير نيم. يبقى بلاير نيم. اوف جي. بس هطبع له اسماء اللعيبة كده بس. هي اختار منهم عالتس ايه? هي دخلان اسم اللعيب. اللي هو هيختاره. ده كده مسعوب طيب اليه? انا اريد اختار رقم بس. فقبل اسم اللعيب هنا. هايز اتبع له ايه? الرقم. الرقم ده لو اختاره هيعرفني انا اللعيب اللي هو قصده عليه فهيجي هنا اقول له الارقام ديت من جي بلاس وان لان مش هيجي اطبع له من زيرو اطبع له من واحد طيب بعد جي بلاس وان اطبع له برضو سافة وده اشكده فهيطبع له رقم واحد اللعيب الاولاني رقم اثنين اللعيب التاني طيب بعد الفور ديت ما تخلص اللعيبة كلهم قدامه هو انا متوقع امن اليوزر ان هو هيدخل لي الرقم ده بيعابل على اللعيب اللي هو اختاره صح كده فهيجي اقول سي ان للرقم فين الرقم ده المفروض بقى ان انا احجز له مكان يبقى في الانتجر كده فوق مكان ما انا بحجز الانتجر هجي اقول هنا انسر مثلا هي بحامل سي ان للانسر اول حاجة لو الانسر بتاعته ديت هجي اصغر من الواحد لان انها مفروض طابع من واحد لو هي اصغر من واحد او يبقى or او ان الانسر ديت اكبر من players يبقى لو اليوزر تخلي اي رقم بعيد عن رنج اللعيب اللي انا حطتهم له يبقى هو كده اختار رقب عشوية او تك غلط مش هبقى اوضله برنامج لا احرجعه ان هو يختار مرة تانية يبقى هجي اقول له هنا ايه الاف ديت هجي اقول له go to ask يبقى اسأل مرة تانية طيب الاسك دي احطله فين في بداية الفور هنا يبقى اتباع له السؤال مرة تانية والاختيارات ويستنى منه اجاب يبقى هنا اعسك طب كده بس نضبط الشكل طب هو اعمل لي ليه هنا الانرور دوت بص لما توقف عند الكوز بيعرفك مش المفروض الفور ديت هاي اللي انا اصلا شغال فيها بقى انا فين بعمل cn وفين بعمل بقى الاف ديت المفروض ان الفور ديت تبقى اخر حاجة والcn والحاجات ديت كلها جواه احنا علشان بنتلع براها كل شوية وندخل تاني فحصرت اللغبطة ديت وصل الارو الراحة فانا لو الانثر اللي وخدها دلوقتي برر الرنج زي ما قلنا هنروح الاسك في يبدأ يسأل تاني طيب خلاص هي لقى جوا الرنج بقى مش هدخل في الاف ديت يبقى انا مفروض على اساس بقى الانثر هبدأ ازود الاسكور او اقلله هشوف انا هتحكم فيها ازاي انا انت اصلا قبل ان اشوف ان اسكور اللي هزوده انت هزود الاسكور في حالة اقولنا لو السؤال فيه صفة حلوة بسأل عليه طب لو فيها صفة صيئة يبقى انا مش هزود الاسكور انا قلنا الانديكيشن ان الاري متسجل فيها الصفات بالترتيب يعني اي انديكس زوجي زي زيرو زي الاثنين زي الاربع في الحالة ديت الصفات كون كويسة فانا هقوله لو الانديكس اللي ماشي دوت بيقبل الاسم على الاثنين او بمعنى صح زوجي فين الانديكس اللي ماشي دوت في الاسئلة او الاي يبقى ايه فين الاي موديلو الاثنين بيساوي زيرو في الحالة ديت تبقى هو زوجي هنزود الاسكور الاسكور بتعمين هنزود الاسكور الخاص به هو دلوقتي انتصر انتصر بتعبر عن الانديكس الشخص اللي مسجل في الاربع بس هل فعلا بتعبر عن الانديكس ده لا لماذا بقى لان المفروض الانديكس ديت في الاربعع انا بطبع الاشخاص بداية من واحدة يعني اقول له واحد فلان اثنين فلان ثلاثة حد ثاني فلما يجي اقول لي ثلاثة ثلاثة فهو قصده على الشخص اللي متسجل في الانديكس رقم اثنين انا اقول له سكور بتاع الانسر مينس ون ما يقول له السكور بتاع الانسر مينس ون دوت هعمله بلاس 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 طبعا انا هعرف منين اه لو دخلت رقم في الانسر يبقى هو قصده على الرقم ده اقل منه بواحدة يبقى هروح عند انسر مينس ون وزودها بواحدة طيب الانسر مفيش حده تاني لو هو مش فردي هيبقى زوجي لو مش زوجي هيبقى فردي فهنيجي نقول لو مش زوجي يبقى السكور السكور أو انسر مينس ون برضه هو هو نفس الانديكس همناقصه واحد يبقى مينس ومينس كده خلاص الفور ديت المفروض بعد ما تخلص تكون اللعبة كلها خلاص وخلاص كل واحد عرف السكور بتاع دي بس لسه بقى الناس ما عرفوش الناس اللي هم مستنيين النتيجة فان عشان اطبع النتيجة محتاج ان انا اعرف فين اكبر سكور فانا هعمل انتجر هسميه ماكس سكور ماكس سكور دوت هجيبه من ان من ان انا همشي على الرقم بتاع السكور ديت هشوف من اكبر وعد فيه طب كنا بنعمل الموضوع دوت ازاي كنا بنقول ان احنا هندي الماكس سكور دوت اول قيمه في القرية فهقول سكور off zero وبعدين هل هو اكبر واحد اللي في الاول لا انا بس هتشيك بيه على كل واحد لبقى هنا اقول فور انتجر i equal zero i اصغر من هو السكور ديت تتملت في كام واحد في البلايرز بعدد اللاعبه كلها وانيجل اي بلاس بلاس هعمل ليه جوه الفور ديت هعمل check if in الماكس سكور الماكس سكور الماكس سكور دوت اصغر من سكور of i يبقى فيه انديكس تاني او فيه خانة تانية في السكورز متسجل فيها ايه سكور اعلى في الحالة ديت سيغير الها غير والماكس سكور بس انا عندي فكرة تانية مش نفس الانديكس الي هى يبقى منسجل فيه اعلى سكور هيبقى نفس الانديكس دوت لا العلاقة بالاري بتاعت الاسماء الي متسجل فيها الاسمي يعني انا عندي كل اسم اصاده الرقم القصور بتاعه صح كدا اول واحد في القرية اللى فيها الاسماء واصاده على طول اول سكور متسجل فاول القصور ده بيعود على الشخص مين الأولاني فأنا هدول على أعلى سكور واشوف الاندكس بتاعه فين وخزن الاندكس ده بدل ما خزن الاندكس نفسه ليه؟ عشان ما روحش ادول على الشخص مرة تانية انا لما خزن الاندكس هروح على طور رايح طابع للفايز الشخص اللي في القرية بتاعت الاسماء بالاندكس ده فهمين الفكرة؟ تعال شوف هننفذها ازداد يبقى انا بدل ماكس سكور سميها ماكسي اندكس عشان انا بفهمين اكتر ماكسي اندكس ديط هتسوي ايه؟ هتتسوي الزيرو انا هو انا بتشيك باخد اللي جوه هنا مش الاسماء نفسي مش القيمة اللي جوه اللي اللي خانه انا باخد رقمهم فحقولنا ايه بتسوي الزيرو طيب ماكسي اندكس ديяд هفضل ماشي بيها على الاري اللي فيها الاري بتاعت الاسماء اللي فيها السكرز كلهم طيب هقول ايه إن لو السكر ما هو ما يصبح ؟ ما هو ماكسي انديكس يبقى لو الانديكس الذي اخترته انه هو اكبر واحد ولسه ما لم يشتش على كل الارية بس في الحالة دي كان اكبر واحد هتشيك بيه على كل الارية لو لقيت ان في اي انديكس تاني القيمة اللي جوا في الارية اكبر من القيمة اللي جوا الخانة اللي الانديكس هو ماكسي انديكس في الحالة ديت هغير الماكسي انديكس بالانديكس الخانة اللي فيها الرقم الأكبر كلام كتير بس اتمنى اكونوا فاهمين معنى ايه نقول ماكس انديكس بيساوي العائل نطلع بقى برد كل دولت ونبدأ نتبع النتائج هنجي نقول بقى ايه هزين زي ما احنا عرفنا ان الجيم بدأت هزين نعرف ان النتائج هنا هتبدأ تتعال تعالى ناخد ديها كده هنا ونقوم بقى هنجي نقول هنبدأ ان نتبع الريزولتس بتاعتنا هنقول ايه عايزين نتبع السكور بتاع الناس كلها يبقى نقول هنا هنجي نتبع السكور بتاع كله واحد فهنقول ان هنجي نقوم بقى من الريزمة هاذ اللعيبه اسمها playername فهنقول player name هنجي نعرف العوال بقى أن نتبع الريزولة برد نقول اتبع ان هو اجاب بقى الريزولت موينة. هنقول سكور اتبع لكل واحد وقدامه بتاعه. بعد كده اعمل اندلاين يعني اند طيب بعد ما الفور دي خلصت انا عايز اتبع بقى الوينة او الفائز يعني. نقوم بقى ندوت برضو نعمل له حاجة الوحدة لاندوت اللي خيز. نقول له كده. الوينير دوت عايزين هنقول سي اوت. الوينير ايه بقى ايه اللي انا مخزنه بيشاور لي على اكتر واحد. الماكس اندكس. يبقى هو دوت الشخص. ونطبع قدامه برضو. السكور اللي هو اجابه. يبقى سكور. اوف ماكس اندكس. وفي الاخر نعمل انزم هاي. تعالوا نعمل رون ونجرب البرنامج. تعالوا نقول لان هيبقى ثلاثة. نخلي اول واحد نسميه احمد. التاني نسميه علي. والثالث نسميه دينا. اللي ده جيم يعني الجيم بدأت. اللي بينا. who is most likely to be good at math. اقول ايه واحد احمد. من نيروس اقول اثنين علي. مين كاين توانيمال اقول دينا. مين كويس في الامتحانات اقول احمد. مين ليفي اقول دينا. طب علي السكورز كلها هنا. يبقى دينا عدشان اخد صفة كويسة وصفة وحشة. فدي اطرحت معدي فالسكور بتاع فضل زيرو. علي اخد صفاتين وحشين. فالسكور بتاعه اقل. مرتين. احمد صفاتين كويسين فالسكور بتاعه اقل. اقل ان الوينر. اقل ان الوينر هو احمد. والسكور بتاعه اثنين. طبعا ممكن تلاقي كورنر كيس كتير في اللعبة دي. مثلا لو في اثنين اتعدلوا. لو في اثنين عندهم نفس القيمة. نفس قيمة السكور. في الحالة دي انا نعمل لين. المفروض هم الاثنين بفايزين. في مثلا طرق تانية هتزود. في اللعبة. دي بقى بتاعتك. مالهاش معين في الاسئلة بتاعتها. انت بتبدع كده. بتفكر ازاي يخلي الحاجة ديت. باحسن شكل ممكن تبقى. فده كان الحل اللي بتاعي. وده الطريقة اللي انا حلت بيها. انت بقى حسنها واعمل اضافات كتير عليها. وبعت لنا الحلول اللي انت عملتها.